اكتر حاجة بقى اقابل بها هذه الشتيمة او هذه الوقاحة يعني ان انا اسخرت سخرية لطيفة يعني بيزعجك اتهمات انا بواجه بها ايضا يعني مش هجزب عليك لفجرة انت ملحد انت اصل ده كافر اصله ده حاجات في هذا الصحيح ده بتزعجك الحقيقة اشوف يعني طبعا هذه الكلمات من القابوس يعني انت لحضت اسم خالد منتصر على جوجل هتلاقي اه هتلاقي بقى كلام كتير من ده طبعا بالنسبة لي كانسان عندك عائلة وعندك اولاد وزوجة والى اخره بتتحرك في المجتمع لعندك مديجردات ولا مش عارف ايه طبعا بتبقى منزعج لكن الفطورة لابد انها تدفع انت داخل معركة عارف ان فطورتها غالية انت مهدد بالاقيال حصل طبعا حصل ازاي حصل رسائل اه وصلتني وفي ايام الاخوان كان فيه مرة جابوا كده زي وسيقة واحد اتنين تلاتة ربعة كنت رقم تقريبا ستة وتلاتين او حاجة زي كده يعني طبعا هم ان تكون مختلفا معه فاسهل حاجة يحطك على خانة التكفير يعني ان فرج فودا وهو موجود في الكتاب برضو حكايت ايوه فرج فودا انا عرفته عرفته عن قرب كان فيه فرق سنة طبعا كبير جدا لكن هذا الرجل في المناظرة اللي كانت في معرض الكتاب ويريت اللي بيسمعونا واللي نقلين عن فرج فودا انطباع الكافر ايه الايه الايه بس الحضراتك ذكرته ده ياريت يدخلوا على المناظرة يشوفوا المناظرة يشوفوا المناظرة انت لا تدعو سواء ان يشوفوا المناظرة بس هيعرفوا قد ايه هزا الرجل وبحيادية بالظبط او يسمع كان الرجل في منتهى التهذيب كان يدافع عن الاسلام بمنتهى الحماس لم تخرج من فنه كلمة تدل على اي لا كفر ولا الحد ولا اي شيء لكنه كان مفحما واحكي لك حكاية طريفة جدا واهدر دمه في هذه المناظرة بسبب المناظرة مزبوط يعني انا حضرت له كذا مناظرة وكان في مناظرة مش عاب في انقبط المهندسين وفي مناظرة فين لكن هذه المناظرة والتي كان يدرها دكتور سمير سرحان واللي عاش فترة طويلة جدا حاسس بالزم من انه دعا فرق فودة لهذه المناظرة الحقيقة كان فرق فودة في اعلى حالات اللي يقز الفكرية يوميا كان متجلي كان متجلي بقى بالمعنى الفني وكان انا ملقيتش مكان فاعدت على المسرح بجانب الفنان الكبير محمود مرسي كان موجود يوميا محمود مرسي بقى بيحسه الفني الاخراج درس اخراج فراج المركز بس على فرق فودة الشباب اللي احنا حواليه قاعدين مشجودين للمنصة هو عينه على الجمهور قاعد يرائي بالجمهور وكل ما يقول فرق فودة حاجة طبعا كان فيه شباب بقى جلاليب ودقون وبتاع يعني المسألة كانت قول تسعين في المية الطيار السلفي او الاخواني وعشرة في المية الباقي مسقفين العاديين التنويريين او الليبراليين بعدها واحنا خلاص المناظرة خلصت فمحمود مرسي رح قال لنا الراجل ده يتقتل كده تنبقه بقتل الراجل ده يتقتل كانت المناظرة في يناير تقريبا او في اول فبراير حاجة كده بعدها كام شهر ست سبع شهور حاجة كده والمسألة تصعدت بقى وبيان من المشايخ ورجال دين ومش عالف قال لنا الراجل ده يتقتل يا أستاذ محمود مش معقول يعني من احنا خلاف فكري قال اللي شفته من إفحام وغيز مكتوم من الجالسين يقول لي ان الراجل ده مش هيكمل السنة دي كده أغسطس تقريبا 92 مدفع أغسطس 92 ودي كان كبير ف الحتة دي وقفت عندها احنا بنروح له كشباب يعني كل مثلا اسبوعين في مكتبه عند أسمة فهمي كان هو فتح مكتب زي خبرة يعني خبرة زراعية أو حاجة زي كده وبيكتب فيه وكنا كل مرة نروح نلاقي مقالة مكتوبة فيها بقى كم وقاحة وسفالة شتيمة في زوجته شتيمة في ولاجه أسألك شوالي شكرا